اشتركوا في القناة القمر اليوم رح يتنقل بين ثلاث منازل فعشان هيك اللي بحبوا يعرفوا وقت التنقل ما بين المنازل يركزوا معي مظبوط اول اشي الان مع بث الحلقة القمر في منزلة سماك الاعزل وهي للصلح والدواء والضرر والتصليح ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة 6 وخمسة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من الليلة اللي هي ليلة 17 تسعة لا ينتقل بعدها لمنزلة الغفر وهي للكنوز والضفر والمنع والتفريق والمشاكل والنفي ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة 3 و 17 دقيقة بعد العصر يعني بعد عصر اليوم الغوث 18 تسعة لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الزبانية وهي للفساد والقطع والمشاكل طبعا احنا الان مع بث الحلقة هاي ما زلنا في خلو المسار خلو المسار هذا بدأ الساعة 11 و 41 دقيقة ظهرا ورح يستمر يعني لا ساعات المساء للساعة 6 و 55 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش اللي هي من بعد بث الحلقة هاي وهذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار اما بالنسبة لساعة 56 دقيقة مساء القمر بنتقل وبيستقر في الميزان وبشكل اول زوايا تأثير القمر لما بصير في الميزان على جميع الابراج في هاي الفترة بنشعر انه هاي افضل عاطفيا لتعزيز او صار علاقة عاطفية مع الحبيب او تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين اكثر ومنين للإسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغيرة دور في علاقة لسا ما استقرت في الفترة هاي مننجح في عملنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا ايضا اقامة حفلة واعادة تزيين البيت او المكتب واقتناء حاجية جميلة اما بالنسبة للزوايا فبعد خلو المسار مباشرة يعني الساعة تسعة وخمسة وثلاثين دقيقة مساء بتتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسئولية وهذا بسبب زاوية التثليث اللي راح تكون بين الشمس وزحل واللي راح تستمر تقريبا سبع ايام وبرضو بتمنحنا القدرة على السيطرة على الذات والمتابرة والجدية والفطنة والحسب الواجب اللي ممكن انها تساعدك في امور تطلب نوع من انواع الاجتهاد عشان تصل للنجاح وبتدل على ارباح عن طريق المعاملات العقارية وممكن تحقق النجاح من عمل او من علاقة جيدة مع الاباء اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التزديس ايجابية راح تكون بين القمر والزهرة راح تكون في تمام الساعة اربعة واربعين دقيقة بعد العصر بتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وابداعهم اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي اخر زاوية زاوية تربيع سلفي بين القمر والمشتري ورح تكون في تمام الساعة عشرة وخمسة وثلاثين دقيقة مساء يجب توخي الحذر ممن يحاولون استغلال طيبتنا وكرمنا بالنسبة لخلو المسار القادم طبعا القمر موجود في الميزان معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم تسعة تاش تسعة له بكرة رح يكون في تمام الساعة ثنتين وثمانية وعشرين دقيقة عصرا ورح يستمر حتى تمام الساعة ستة واثنين وثلاثين دقيقة مساء لا ينتقل بعدها القمر لا العقرب اما بالنسبة لعمر القمر القمر بولادة الهلال يوم في تمام الساعة ثلاثة ودقيقة فجرا بيصبح يومين نسبة الإضاءة ثلاثة في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم اثنين وعشرين تسعة المزاج سعيد القمر في الميزان حتى تسعة تاش تسعة المزاج سعيد عطارد في الميزان حتى يوم سبعة وعشرين تسعة المزاج يعني نقدر نحسب انه منتحس بنسبة نعطيها نسبة ثلاثين في المية لانه بشكل زوايا تربيع الان مع الكواكب اللي موجودة بالجدي الزهرة في الأسد حتى يوم اثنين عشرة المزاج صار سعيد اليوم المريخ في الحمل حتى يعني بيتراجع حتى يوم ثلاثة احدى عشر مزاجه منتحس المشتري في الجدي حتى يوم تسعة تاش اتناعش المزاج سعيد الزحل في الجدي بيتراجع حتى يوم تسعة وعشرين تسعة مزاجه منتحس اورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم اربعة عشر واحد المزاج منتحس نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم تسعة وعشرين احدى عشر مزاجه نقدر نحكي ممتزج بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم اربعة عشر مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما انه القمر مقابل الان برج الحمل يعني صار في الميزان مقابلك تماما وهنا يعني بعمل اشياء ايجابية لصالحك وبعمل اشياء سلبية ضدك السبب انه اول اشيه لما بكون مقابلك بعزز العلاقات اللي الها علاقة بالشراكة ولكن في نفس اللحظة بسحب من الطاقة فعشان هيك اليوم بتلاقي طاقتك ضعيفة وبرضو مع تراجع المريخ بيأثر باشياء لها علاقة بردات الفعل السلبية او العصبية او الانزعاج او الحساسية اكثر المتضررين هم موليد اخر العشرية الثانية والعشرية الثالفة فعشان هيك ضبط الاعصاب مطلوب والوضوح بالكلام مطلوب والابتعاد عن الكلام الفض والجارح يعني او التحسس لزيادة مطلوب اما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا اورانوس موجود اورانوس ما بيأثرها التأثير السلبي لكثير يعني شوي بميلة ايجابية شوي ولكن انه برضو بيعمل نوع من انواع البلبلة او التقلبات على المستوى المالي يعني فيه نوع من انواع المصريف او الالتزامات او الدفعات او القلق من وضع مالي معين الاهم انك تقللوا من مصريفك وقدر الامكان صحيح انه في منكم ممكن يحصل بعض الارباح او المكاسب اللي بتيجي من عمل اضافي وبطريقة مفاجئة ولكن برضو المصريف زيادة اما بالنسبة للبيت الثالث فهو بعزز القدرة على الاتصالات والمواصلات والتواصل وسرعة البديهة والقدرة على ايصال المعلومة وبرضو نشاط بالاتصالات والحركة وبتقدر انك تتواصل مع المجتمع بطريقة جيدة ولبقة يعني تصل للقلوب طالما انك مش معصب طالما انك مش حد بطباعك الامور ممتازة اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت اليوم ممكن يكون فيه نوع من انواع القلق او التوتر او الحزن او اشيه لعلاقة هيك بالحساسية العاطفية يعني مش حزن بسبب اشي مرعب يعني ممكن انه هيك تتذكر اشخاص او تفتقد بعض الاشخاص فعشان هيك ممكن يخيم نوع من انواع الشعور بالحزن ممكن انه اليوم تهتم ببعض المسائل العائلية او الاجتماع العائلي او اللم العائلية يعني بتبردو بتكون هاي الاجواء ايجابية اهمش انك تقارب ما بينك وبين افراد العائلة وما تخلي فيه فجوات اما بالنسبة للبيت الخامس فاليوم الزهرة يعني عادت لها الزوايا الطبيعية لالها وصارت ايجابية فعشان هيك اليوم العواطف عندك جياشة والرغبة بالتواصل او التواصل لقرار او لمعلومة ما بينك وبين الحبيب ممتازة جدا فيه نوع من انواع العواطف الجياشة عندك او الرغبة بمعارسة هواية معينة ممكن فكرية فنية اشياء من هذا القبيل او الاهتمام في مسائل الى علاقة بالتجميل برضو ممتازة جدا المهم انه الاجواء العاطفية عندك جيدة ورغبتك بالتواصل مع الاحبة ممتازة جدا اما بالنسبة للبيت السادس فطبعا الشمس موجودة بالبيت السادس وهي بمكانها فيه نوع من انواع القوة بتعزز اشياء لها علاقة بالعمل فممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ولكن بدك تنتبه شوي للصحة يعني فيه منكو رح يشعر ببعض التوعوكات او ممكن بعض القلق الصحي على بعض المسائل اما بالنسبة للبيت السابع فطبعا بمكانه ما بشير القمر لتفاهم وهدوء او ود ممكن يعزز بعض النقاط اللي الها علاقة بالتواصل ما بينك وبين الاحبة ولكن عطارد بما انه منتحس بسبب نوع من انواع هيك ردات الفعل السلبية والعصبية فممكن توجه الانتقاد او الكلام اللاذع للشريك خلال هذا اليوم ممكن تتعقد بعض الامور وتطرأ بعض البلبلة عالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاذر القطيعة والدعاوى القانونية خصمك بهاي الفترة بكون قوي والعرقيل ممكن انها تستفزك اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء تقريبا في بعض الاهتمامات على بعض المسائل المالية المشتركة وممكن اليوم يحمل لك بعض المصاريف اللي الها علاقة اما بالصحة او الها علاقة بالبيت او على اشياء ممكن تيجي بشكل مفاجئ اهم اشانك انت ما تندفع وتتهور في المسائل المالية عزز العلاقات المالية وخصوصا الاموال المشتركة اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام بمواضيع الها علاقة بالدراسة او الها علاقة بالسفر اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء طبعا من الجدي بتمنح نوع من انواع القوة وخصوصا من المشتري صحيح ان الكواكب الان بتشكل زاوية تربيع مع عطارد اهم اشانك ما تشوه سمعتك يعني هذا التحذير الوحيد من البيت العاشر تشوهش سمعتك لا بمخالفات قانونية ولا بمجازفات ولا بعيدائية ولا حتى بمشاكل ما بينك وبين زملائك او رواساك بالعمل اذا عملت هاي الاشياء معناته الاجواء ممتازة ولو صالحك اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الصداقة فاليوم ممكن يكون فيه لمة او اجتماع او اتفاق او حوار ما بينك وبين بعض الاصدقاء وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة اما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا بيت المتاعب هو اللي بعطي شوية وساوس او قلق او خوف وخصوصا على مسائل الها علاقة بالعمل او الها علاقة بالصحة وممكن قلق على احد الاحبة او على احد المعارف برج الثور طبعا اليوم القمر صار موجود في البيت السادس بس عشان هيك شوية الاجواء ممكن تضغط على مستوى الصحة او موضوع العلاقة بالصحة او توعكات او ضغوط على مستوى العمل يعني شوية النفسية ما رح تكون بالقوة المطلوبة اهم اشي انك انت بس تنتبه على صحتك اليوم وتنتبه على واجباتك وعلى اعمالك اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء اليوم بتدعمك على المستوى المالي فعشان هيك اليوم فيه اشي العلاقة بين مكاسب او ارباح او اهتمامات مالية ممكن اليوم تحصل على مكاسب تيجي عادة من عمل اضافي او مستردات او هبات او نوع من انواع الدعم ولكن احذر من المصاريف المفاجئة اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء شوي بتخلي مزاجك فيه نوع من انواع الحدية او العصبية او حتى انه ما اليك رغبة بالتحرك يعني حابب تأخذ راحة اليوم اهم اشي انك تنتبه من حديتك وعصبيتك اليوم بدك تنتبه اثناء تنقلاتك اثناء حواراتك اللي عنده امتحان او عنده مقابلة بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضود ممكن اليوم يكون فيه شيء له علاقة باخ او جار اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء اليوم تدعمك على مستوى البيت وبتعمل تقارب جيد ما بينك وبين افراد العائلة ممكن يكون فيه لمة او اجتماع او حوار او انجازات لها علاقة اما بالبيت او بالعقارات او بالعائلة فممكن اليوم يكون فيه يعني مناسبة معينة او فرحة معينة او حدث شوي يكون فيه عليه هيك يعني النظر اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء على المستوى العاطفي تقريبا الشمس قوي في مكانها فعشان هيك الامور العاطفية عندك اليوم جيدة فممكن اليوم يكون فيه تواصل ما بينك وبين الحبيب او مصالحة او تراجع عن قرار سابق اهم اشي انك يعني ما تتعند على رأيك او تتزمت برأيك او انه تصدر بعض القرارات اللي شوي ممكن انها تضر بعلاقتك العاطفية او علاقتك مع احد الابناء او احد الوالدين يعني حاول انك تكون مرن وتعمل نوع من انواع المقاربة الجيد اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء طبعا القمر موجود فيها فوعطارد فبيترك العمل عندك نوع من انواع الارهاق لانه ممكن يتراكم العمل ابتجدوا تعاون من الزملاء في بعض المسائل مارسوا نشاط بدني للمحافظة على الايقدكم ابتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت اضافي حاذر من المشاكل الصحية اهم نقطة اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء تقريبا منقدر نحكي انها روتينية على مستوى بيت الشراكة لكن اذا كان في نوع من انواع الحدية في طبعك او في نقاشات او حوارات فاعرف انه اليوم رح يكون يعني في نوع من انواع الاشياء الصعبة او المشاكل او يعني سوء التفاهم اللي ممكن يصير او الخلاف ما بينك وبين الشريك او الزوج فعشان هيك ضبط العصاب مطلوب وما في داعي لا اي سوء تفاهم خلال هذا اليوم حاول انك تكون واضح بطرحة اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء جيدة على مستوى الاموال المشتركة فممكن تحقق بعض الانجازات الجيدة اللي الها علاقة باموال الغير فممكن مكاسب او تعويض او اهتمام ببعض الدفعات او التحصيلات او مكسب بجيك من صفقة معينة بتيجي بشكل مفاجئ اهمش انك ترتب امورك وتقلل من المصاريف وخصوصا المصاريف اللي الها علاقة بالامور الصحية او الامور البيتية اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء تدعمك شيئا ما على مسائل الها علاقة بالسفر او قلق على احد الاشخاص خارج البلاد او تواصل مع بعض الاشخاص خارج البلاد الاجواء فيها نوع من انواع الايجابية فحاول انك انت تستغلها بشكل جيد ممكن اشيلوا علاقة بالامتحانات او الدراسة او التركيز على موضوع معين الى علاقة بالاوراق او المعاملات القانونية اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء على مستوى بيت السمعة جيدة جدا وبتدعمك بقوة وهي بتساعدك على تعزيز على يعني سمعتك او الدفاع عنها او ممكن انه نوع من انواع التعامل رح يكون ما بينك وبين زملائك في العمل او رؤسائك في العمل على مسألة ما اما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن تنشط بالاشياء الاجتماعية فممكن اليوم يعني تحمل لك نوع من انواع السفر او اشيه العلاقة بتواصل مع الاصدقاء او يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او لقاء ممكن اليوم يعني تسعد باتصال معين من احد الاصدقاء اما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا المريخ موجود ما زلنا منحذر من امور الها علاقة بالصحة والعمل وخصوصا انه الشمس الان موجود في البيت السادس وبيت المتاعب المريخ فعشان هيك اليوم رح يكون فيه نوع من انواع التقلبات راعي صحتك راعي غذائك راعي راحتك وبرضو انتبه لعملك حاول ما تخلي اعمالك انها تتراكم او تهمل اعمالك خلال هذا النهار برج الجوزاء طبعا اليوم من الايام المميزة والقوية جدا بالنسبة للكم وخصوصا انه الان استقر القمر بشكل كامل في بيتك الخامس وهذا بيت الحضوض وبيت الدعم بيت الانجازات وبيت المكاسب فعشان هيك الفترة هاي بدك تستغلها بكل طاقتك لكل شيء وخصوصا انه المكاسب فيها لا تعوض يعني فترة ممتازة جدا اهم اشي انك تكون واضح وما تتسرع وما تتهور لا في كلام ولا في فعل اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا ممكن تحقق بعض المكاسب المالية اللي بتيجي عادة من عمل اضافية او مستردات او هبات او نوع من انواع الدعم ولكن الاهم انك تحافظ على اموالك من التبذير او التهور في صرف الفلوس او امور الها علاقة يعني ببعض المحتالين اللي ممكن يتآمروا عليك او يستغلوك ماليا اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء بتدعمك بقوة من الزهرة اليوم في التنقلات والاتصالات والحوارات والنشاط عندك سرعة بديهة عالية جدا وبرضو قدرة على الاقناع ومرغوب ومرغوب اساسا في مكان تواجدك اهم اشي انك تقلل من كلامك الحد والجارح وتركز على كلامك وتكون واضح ومفهوم في اجواء ايجابي دعمتك استغلها في كل اشي إلو علاقة بالنشاط الفكري أو للتسويق أو للتنقلات أو للاتصالات للمواصلات للدراسة يعني الأجواء إيجابية أما بالنسبة للبيت الرابع فالشمس بعزز النقاط اللي إلها علاقة بالبيت أو بالعائلة أو بأمور إلها علاقة بمقر أو إشي إلو علاقة مثلا بيعني تواصل مع أفراد العائلة أو خلاف معين أو موضوع ممكن يلفت أنظارك إلو علاقة في البيت ممكن تشارك في مسألة وممكن شوي هيك تحن لبعض أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات أهم مش أنك تلطف الأجواء وحاول أنك تعيد العلاقات لطبيعتها ممكن تنال ما بترغب وتنتصر على كل الاعتبارات ممكن تحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة فترة إيجابية ودعمة إلك بالقوة أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا الأجواء اليوم تحمل بعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل فعشان هيك مقلقك مسألة إلها علاقة بالعمل أو إلها علاقة بالصحة راقب وضعك الصحي بشكل جيد حاول أنك تهتم بحالك برضو راقب غذائك ما تحاول أنك تهمل صحتك ممكن تحتاج لبعض الأشياء البسيطة كنوع من أنواع يا مسكن يا نوع من أنواع الأشياء بس هيك كأدوية مثلا لمغص إسهال أشياء مثل هذا القبيل أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء يعني جيدة على مستوى بيت الشراكة بتدعم وبتعزز من شراكتك المالية والعاطفية وممكن اليوم تنجز بعض الأعمال المهمة بالتعاون ما بينك وبين الشريك ممكن اليوم يكون فيه نوع من المصالحة أو التقارب أهم شيء أنه تكون واضح بكلامك وما تكون منتقد ولا ذع وسيطر على تقلبات المزاج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء من اليوم بتعزز بعض النقاط اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة أهم شيء أنك تحافظ على أموالك من الصرقة من الضياع من الاستغلال ما تبذخ بالفلوس هيك يعني أنه والله أصرف ما بالجيب يأتيك ما بالغيب في هاي الفترة هاي المقولة ما بتزبط لأنه أساسا أنت ما يعني الوضع متقلب ومتأزم فعشان هيك يحاول أنك أنت ترتب أمورك المالية الشمس بس تنتقل للبيت الخامس بعدها أعمل اللي بالدكية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا بتدعمك في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب أو ممكن تنشط ببعض الأعمال اللي إلها علاقة مثلا إما بعمل استراد التصدير أو مشتريات من خارج البلاد واللي عنده دراسة أو عنده امتحانات بالفترة هاي وخصوصا لامتحانات الجامعية فهي ممتازة جدا بس انتبه أثناء تنقلاتك خصوصا على الشوارع المفتوحة حاول أنك ما تغامر وما تتهور أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا بيت السمعة وأنا بدك تنتبه من نبتون اللي ممكن يخليك شوي تتهور في بعض المسائل اللي بتشوهي السمعة فضبط العصاب مطلوب وبرضو مراقبة الذات مطلوبة لا تتهور ولا تجازف لا تغامر أضبط لسانك حصانك اليوم هو حصانك فحاول أنك أنت تسيطر عليه بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا المريخ موجود أهم إشي أنك اليوم يعني ما تعصب وما تحتد وما تفتعل بعض النقاشات أو ردات الفعل السلبي وأثناء تعاملك مع الأصدقاء أو مع بعض الأشخاص اللي أنت بتعرفهم ممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تسعد ببعض الأمور الجيدة اللي تقارب ما بينك وبين أصدقائك أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا أورانوس هو اللي بيحدث المفاجآت المفاجآت هاي ممكن تيجي على مستوى عمل أو إشي له علاقة بالعمل أو إشي على المستوى الصحي بتعلق فيك أو في أحد الأحبة برج السرطان طبعا مكان موجود القمر اليوم هو في بيتك الرابع يعني تربيع معاك فعشان هيك أكثر إشي اليوم رح يأرقك أو رح يلفت انتباهك أو رح تهتم فيه هو أمور إلها علاقة بالبيت أو إلها علاقة بالعائلة أو أفراد العائلة أو أشياء إلها علاقة بتصليحات وترميمات فعشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب وما فيه داعي أنك يعني تتهور بإصدار القرارات أو الفرامنات اليوم اللي ممكن أنها تسبب نوع من أنواع التوتر أو الحدية بالطباع أو الإنزعاج لأنه أولا القمر في وجوده يعني تربيع مع برجك وهذا الإشي ضاغط وخصوصا أنه عطارد برضو موجود وسلبي فعشان هيك بيحدث بعض المفاجآت أو التقلبات ويخلي الواحد يتصرف تصرفات أو يتفوه بكلام شوي يكون ممكن حاد أو يسبب الإزعاج للبعض أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الزهرة بتدعمك على المستوى المالي بشكل جيد ممكن تحصل بعض المكاسب أو الاهتمامات المالية خلال هذا اليوم ممكن أرباح ممكن إنجازات ممكن أنه تحصل ربح مثلا من عمل إضافي أو مسترد مال إلك تحاول أنك تحصله أهم شيء أنه الأجواء إيجابية ممكن اليوم تصرف شوي على شغلات كماليات تجميلية يعني خصوصا النساء ممكن على أشياء لها علاقة بالتجميل أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا من الشمس بتدعمك بالاتصالات والحوارات أو أشياء لها علاقة بالتنقلات أو الامتحانات أهم شيء أنه تنتبه بس أثناء قيادتك للسيارة وأثناء حركتك من بعض الإصابات في من كل يوم رح يكون له تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم شيء أنك تتجنب توبيخ الأحباء أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية واجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات بتحمي حقوقك لا تفرض رأيك فترة مناسبة للسفر أو للاستثمار أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها إيجابية فممكن اليوم تقارب ما بينك وبين الأحبة أهم شيء أن حساسيتك اليوم عالية أو عواطفك جياشي شوي أهم شيء لا انتقاد لا توجيه اللوم ولا النقاشات ولا القرارات الحدي اللي ممكن تسبب خلاف ما بينك وبين الحبيب ضبط الأعصاب مطلوب لأن الأجواء اليوم بتعزز العلاقة العاطفية فاستغلها في تعزيز العلاقات العاطفية أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء بتدعمك على مستوى العمل عند قدرة لإنجاز بعض الأعمال أو الاهتمام بعمل ما أو ممكن مساعدة بعض الأشخاص بمساعدتك في إنجاز عمل أهم شيء أن تتراقب الوضع الصحي من بعض التقلبات ما فيه إيش مخاطر كثيرة ولكن نوع من أنواع الانتباه أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكي شوي يعني فيها نوع من أنواع الحدية فحاول تبعد عن النقاشات أو الانتقادات أو الكلام اللاذع يعني أو أنك فتح ملفات قديمة هيك تفتح حوار ما بينك وبين الشريك فيصير فيه خلاف أو مشكلة ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتدعمك على مستوى الأموال المشتركة فممكن اليوم تهتم بمسائل العلاقة ببنك ضريبة تأمين قرض نفقة أمور مالية يعني ما بتعود لك ممكن تحصل بعض الأموال اللي لا إلك ولكن الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع المصاريف اللي إلها علاقة بمصاريف بيتية أو استشفائية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء بتدعمك على مسائل إلها علاقة بالسفر فممكن تنشط بالسفر ما أو ممكن أنه تتحرك باتجاه إشي إلها علاقة بالسفر خلال هذا اليوم أهم إشي أنه يعني تضبط أعصابك من بعض المسائل وخصوصا أنت بتتعامل مع أشخاص خارج البلاد أو القلق على أشخاص خارج البلاد أو ممكن تتسرع بامتحان أو بدراسة معينة حاول قدر الإمكان إذا كان عندك امتحان أو عندك تنقلات حاول أنك تنتبه الإمتحانات إذا كتدرس وتستعد وما تعتمد على الحظوظ وأثناء تنقلاتك على الشوارع المفتوحة بدك تكون حذر أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا تنتبه على سمعتك ما في داعي لعمل أي شيء بشوه السمعة حاول أنك أنت ما تخالف القوانين وما تجازف وما تغامر وبرضو خلي علاقتك جيد ما بينك وبين زملائك أو رؤساك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو يدعمك على مستوى بيت الصداقة فعشان هيك ممكن تنشط ما بين الأصدقاء خلال هذا اليوم أو يصير حوار ما بينكم وفي منكم ممكن يتوجه له دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو يسعد بلقاء بعض الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا ما في تأثير للكواكب فيه فعشان هيك الأجواء جيدة أهم إش أنك تنجز أعمالك بوقتها ما تخليها تتراكم راقب وضعك الصحي من بعض التقلبات ممكن تهتم بصحة أحد الأحبة برج الأسد طبعا القمر الآن استقر في البيت الثالث لعندكم فعشان هيك اليوم راح تنشطوا بالتحركات والتنقلات والاتصالات بأشياء لها علاقة بالنقشة عندكم رغب اليوم للحوار للتواصل يعني فيه فيه نشاط عالي عندك طاقة عالية حاولوا أنك تستثمروها بالأشياء الإيجابية وما تضيعوها هيك بالهواء أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء بتدعمك على مسائل إلها علاقة بالمال فممكن تحصل على بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم الأجواء بتدعمك بشكل جيد أهم إشي استثمارها وبرضو تقليل مصاريفها أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا اليوم تنشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات بوسعكم اجتياز امتحان وتعزيز العلاقة مع أخ أو جار بتكثر عندكم النشاطات حسب حق الاقتصاصكم بتكون عندك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن موقفك ما تتردد بالتحرك أهم شي برضو بدك تنتبه الكلام اللاذع الكلام الجارح وبرضو يعني شوية حدية الطباع اللي ممكن تقلب مزاجك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت تعمل تقارب أو لمة أو جمعة أو حوار عائلي أو مسألة إلها علاقة بالعيلة أو بالبيت يعني ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بمشتريات أو تصليحات أو واجبات منزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا على المستوى العاطفي جيدة وهي بتعزز العلاقة ما بينك وبين الأحبة فممكن اليوم إما أنك تنشط باتصالات أو حوارات أو إما أنك توجه دعم للحبيب أو الحبيب نفسه هو اللي يدعمك في مسألة ما أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا شوي إلها علاقة بالعمل والصحة فعشان هيك بنقول لك دير بالك يعني ما تهمل صحتك وما تهمل أعمالك ممكن البعض يساعدك في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل أو إنجاز أمور بتهمك خلال هذا اليوم بس بمساعدة بعض الأشخاص أما بالنسبة للبيت السابع فهو شوي على الشراكة الروتيني على طبيعتكم تتعاملوا ما بينك وبين الأزواج أو شركاء المال ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني أنت وطبيعتك بكون تعاملك أما بالنسبة للبيت الثامن فهو أنا شوي تفكير رح ينصب على بعض الأمور اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة أو الاهتمام بالأموال المشتركة دير بالك من المصاريف والالتزامات أهمش أنك ما تبذر أموالك انتبه على أموالك من الصرقة أو من الضياع أو من بعض المحتالين في منكم ممكن أنه يكون عنده مصاريف زيادة إلى علاقة إما بغرامات أو موضوع كفالات أو موضوع إلها علاقة بحقوق الغير فعشان يمكنك تنتبه من هاي المسائل أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا المريخ موجود فبيقلقك على مسائل إلها علاقة بالسفر أو الامتحانات فعشان هيك ممكن تقلق على بعض الأشخاص خارج البلاد أو تهتم بأشخاص زيادة خارج البلاد أو ممكن تواصل مع أشخاص خارج البلاد هيك شوي يكون فيها نوع من أنواع الحدية اللي عنده امتحانة أو عنده مقابلة أو مناقش اليوم بده يستعد بشكل جيد وبدكوا تنتبهوا أثناء قيادتكم للسيارة أو أثناء حركتكم وخصوصا على الشوارع المفتوحة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء هنا على بيت السمعة ما تهدد سمعتك ما تجازف ما تغامر ما تدخل بأشياء مخالفة للقوانين أي شيء العلاقة بتشويه السمعة الفترة هذا رح يكون صعب خلي علاقتك جيد ما بينك وبين زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل اهتم بواجباتك وانجزها وبرضو ما تخلي أعمالك تتراكم أما بالنسبة لبيتك 11 فعلاقتك ما بينك وبين الأصدقاء روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على طبيعتكم تتعاملوا مع الأصدقاء وفي منكم ممكن يتوجه له دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو يسعد بلقاء بعض الأصدقاء بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء تقريبا بتركز على العمل وبتركز على الصحة فعشان هيك حاول تنجز أعمالك حتى لو عملت ساعات إضافية ما تخلي أعمالك تتراكم وبرضو بدك تنتبه على صحتك من بعض التقلبات وما تخلي الوسواسي سيطر عليك الفترة هي بتحمل قلق إما عليك أو على أحد الأحبة برج العذراء طبعا القمر صار موجود في البيت الثاني عندكم فعشان هيك اليوم الأجواء مع الشمس ومعه وجود القمر في البيت الثاني فالأجواء تقريبا إيجابية وممكن اليوم يتنشط بمسائل إلها علاقة بالأمور المالية يعني ممكن الاهتمام كله ينصب على أي شيء إلو علاقة بالمال يعني من وين ما بتلف الأمور المالية هي اللي راح تأخذ تفكيرك أو حيز كبير من تفكيرك خلال هذا اليوم وفي أشياء في فرص في مكاسب أهم إش أنك أنت تعرف كيف تستثمرها على حسب ظروفك وعلى حسب الوضع الفلكي عندك النفسية أحسن والقدرة على الإنجازات أحسن بالنسبة للبيت الثاني فطبعا القمر موجود وعطارد موجود عطارد بعطيك سلبية والقمر بعطيك إيجابية ثم فرصة لمكاسب مالية بيكون على الأغلب هاي المكاسب تيجي من عمل إضافي منكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة أهمش أنك ما تتهرب من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب ما تبالغ بمصاريفك كون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم لأمور مالية أو أمور استشفائية أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم عندك نشاط بالحركة والاتصالات والحوارات رغبة بالتواصل جيدة أهم شيء أنك تضبط أعصابك ما فيه داعي للكلام اللاذع والجارح والانتقادات باقي الأمور إن شاء الله أنها بتكون ممتازة وانتبه أثناء قيادتك للسيارة وأثناء الحركتك وهي قلة اللي ممكن يتعرضوا لبعض الإصابات ممكن يكون لكم تعامل مع أخ أو جر أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت الروتيني يعني تعاملكم مع أفراد العائلة أو مع البيت أو إنجازاتكم البيتية أو أعمالكم كلها بشكل روتيني يعني زي ما أنتم تعودين على طبيعتكم على حسب العلاقة العائلية الموجودة بتتعاملوا خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء يعني بتعطي نوع من أنواع الإيجابية بالتواصل مع الحبيب الحضوض بتدعمك في بعض المسائل ممكن التواصل يكون جيد ما بينك وبين الأحبة أو ترغب بتعزيز علاقة عاطفية أو التراجع عن قرار سابق أو ممكن يعني تحاول إنك هيك تلطف الأجواء ما بينك وبين الحبيب ولكن إذا احتدت وصار كلامك لاذع هذا بكون منك فلكيا مولد العشرية الثالثة هم اللي ممكن يكونوا هيك ولكن إجمالا العذراء اليوم الأجواء عندهم أفضل أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا جيدة يعني بتعزيز بعض النقاط اللي إلها علاقة بالعمل ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منك رح يكون له بعض الاهتمامات على المستوى الصحي أو ممكن صحة أحد الأحبة أهم إيش أنك تنجزوا أعمالك وممكن إنجاز الأعمال يكون بطريقة مشتركة بكون أفضل يعني ناس تساعدك فيه أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا بتعزيز العلاقة بطريقة جيدة ما بينك وبين الشريك اليوم ممكن تسعى لمصالحة أو تقرب أو تتقرب من الشريك أو ممكن شوية تلطف الأجواء بعد فترة كانت ضاغطة كثير فعشان هيك اليوم جيدة هي للتقرب حاول إنك بس تنسى الملفات القديمة وما تفتح حوارات ونقاشات وما ترجع تفتح مواضيع سببت مشاكل أو خلافات الأمور بتكون ممتازة أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا المريخ هنا ضاغط على مسائل الأمور المالية المشتركة فعشان هيك فيه شيء له علاقة بالمصاريف أو الدفعات أو قلق من وضع مالي معين أو بتحاول إنك ترتب أمور العلاقة بالديون أو بالقروض أو بأموال الغير يعني ممكن تهتم فيها بشكل كبير أما بالنسبة للمصاريف فالمصاريف بتتركز إما على البيت أو على الصحة يعني هدول الموضوعين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى أمور العلاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن اليوم تحصل على معلومات مفاجئة أو على خبر مفاجئ أو تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بسفر مفاجئ يعني فيه اهتمامات جيدة أو تطورات على مستوى البيت التاسع ممتاز اليوم ممكن يشوي كون لك اهتمام على مستوى دراسة امتحان مراجعة أوراق مراسلات أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة ما فيه تأثيرات لكواكب ما فيه كواكب موجودة فبتتعاملوا على حسب طبيعتكم ممكن تنجزوا بعض الأشياء الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منك رح يكون له بعض الاهتمامات بزميل أو برئيسه بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فنشاطك الاجتماعي جيد اليوم فممكن تنشط إما باتصالات أو لقاءات بتجمع ما بينك وبين أصدقاء أو ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو عزومي مثلا أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء تقريبا بنقدر نحكي إنها إيجابية يعني الظهرة بتدعمك بقوة على مستوى العمل على مستوى الصحة فممكن تنجز بعض الأعمال خلال هذا اليوم أو تنشط بعمل ما وممكن اليوم تكتشف شيء كان صعب إنك تكتشفه في الفترة الماضية أو تتسرب لك معلومة يعني كان عن أشخاص بكيدولك أو بتأمروا عليك أو موضوع بتعلق فيك كنت أنت يعني حلقة الاستغابة بالفترة الماضية فهم كانوا نشطين في هذا الموضوع وممكن تهتم بصحتك أو بصحة أحد الأحبة برج الميزان طبعا بما أن القمر الآن صار موجود عندكم فاليوم بتبدأوا فترة أفضل من سابقتها بتعيد لكم ثقتكم بأنفسكم وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم شعبيتكم في تصاعد ممكن تستعيد حماستك وتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتين أو على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب بعض المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا يعني في بعض الأمور المالية لسه ما زالت مربكة أو معقدة أو في بعض الالتزامات أو وضع مالي شوي ممكن بشكلك عقبة معينة أو قلق معين أهم شيء أنك تقلل من مصاريفك قدر الإمكان وتحاول أنك تعزز المكاسب اللي ممكن تحصلها من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل مع الأشخاص أو سرعة البديهة أو قدرة على إيصال المعلومة سرعة البديهة عندك عالية وقدرتك على الإقناع عالية جدا أهم شيء أنك أنت تضبط أعصابك بس من بعض التقلبات اللي بتيجي بالمزاج بشكل مفاجئ هاي اليوم ممكن يكون لك تعامل جيد ما بينك وبين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء يعني شوي في أشياء لها علاقة بالبيت ممكن ضغوط ممكن مصاريف ممكن قلق ممكن أعمال إنشغالات أو إشي له علاقة بأفراد العائل يعني ممكن هيكي ظروف عابرة تكون أو مشكلة عابرة تهتم فيها بشكل مكثف أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة على المستوى العاطفي وهي بتقارب ما بينك وبين الأحبة وبرضو بتعطيكوا قدرة على التواصل الجيد يعني الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية اللي بتساعد بالتقرب ما بينك وبين الأحباء وبرضو التواصل الجيد ما بينكوا بين الأبناء أو ما بينكوا بين الوالدين حاول تستغل الأجواء العاطفية لصالحك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء يعني شوي فيها نوع من أنواع الضغط على بعض الأعمال ممكن عمل معين أو قلق من عمل معين أو من تأخير أو من كثافة العمل في منكم ممكن يرهق من التزامه بعمل ما على الوضع الصحي في بعض التقلبات بسبب طبعا الشمس إنها لسه في بيت المتاعب هي اللي ممكن تظهر بمشاكل على المستوى الصحي أكثر أو على العمل أكثر أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء يعني فيها نوع من أنواع الحدية البسيطة جدا أثناء تعاملكم مع الشركاء ممكن حدية بالكلام أو انزعاج من تصرفاتهم أو انتقادهم لإهمالهم أو تقصيرهم أو القلق على الشركاء بالفترة حاول أنك تضبط أعصابك وتمشي الفترة بشكل روتيني بدون إثارة الخلافات أو المشاكل أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواب تدعمك على مستوى الأموال المشتركة شيئا ما فممكن تهتم بأوراق أو بمعاملات أو بديون أو بأقصاط أو أمور إلها علاقة بالمؤسسات أو القضايا المالية هي هي أكثر إشي ممكن أنه شوي يلفت انتباهك أو تحصيل أموال بتعود لك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالسفر أو الدراسة الجامعية أو الامتحانات أهم إشي إذا عندك امتحان أو مقابلة حاول تدرس وتستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء يعني بيت السمعة ما في أي تأثيرات للكواكب أهم إش أنك تحافظوا على سمعتكم وما في داعي للمجازفة أو المغامرة أو مخالفة القوانين أما بالنسبة للبيت 11 فالأجواء ممتازة جدا على مستوى الأصدقاء فاليوم تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أو لم معين أو اجتماع أو فرحة معين أو مناسبة فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء معين وممكن لزيارة تكون عندك أو الاهتمامات تكون عندك في بيتك مثلا أما بالنسبة لبيتك 12 فما زالت الشمس موجود في بيت المتاعب اللي شوي ممكن ترهق على مستوى عمل أو على مستوى صحة ولكن إجمالا اليوم مع الزوايا اللي بتشكلها الشمس وبرضو مع وجود القمر في بيتك الأول فهذا الإشي رح يكون تأثيره ضعيف يعني الأجواء جيدة على مستوى العمل على مستوى الصحة شيئا ما وممكن تنجز بعض الأشياء اللي كان صعب أنك تنجزها بالفترة الماضية برج العقرب طبعا الأجواء مش جيدة كثير اليوم لأنه أول إشي القمر في بيت المتاعب وبضغط بشكل سلبي فعشان هيك شوي بتحس بالتعب أو الملل أو الشعور بالإرهاق أو المرض أو حتى بعض التوععكات هيك أو التقلب بالمزاج عندك حاول أنك أنت يعني ما تبدأ بشيء جديد حاول تخلي الأمور روتينية شوي راقب صحتك بشكل جيد حاول أنك تهدي أعصابك خذ قصة من الراحة يعني خلي ما تبدأش بشيء جديد لأنه الفترة هاي ممكن يكون فيها بعض الأعطال أو إلغاء بعض الأمور أو الاستياء من بعض التطورات أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا اليوم في بعض الاهتمامات على المسائل المالية فممكن يترتب وضع مالي معين أو يترتب أمور مالية بشكل جيد أهم شيء أنك ما تجازف بمصاريفك وما تبالغ حاول ما تتفشش بالمصاريف يعني لأنك مضغوط وتروح تلجأ بس بدك تصرف الفلوس عشان ترفع عن حالك وتطلع من جو الضغط اللي أنت موجود فيه انتبه لمصاريفك قدر الإمكان ولا أموالك من السرقة أو الضياع أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء يعني شوي فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل اللقاءات الاهتمام بالسيارات أو بالأجهزة الاتصالات راح تكون بأجواء إيجابية ودعمة لإلك بشكل قوي وممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى أمور إلها علاقة في البيت فممكن تعزز أشياء منزلية أو تهتم بمسألة عائلية أو حتى بالتواصل مع أفراد العائلة ممكن تهتم ببعض المسائل يعني شوي أي تكون ضغطة إمكان ما واجبات أو يعني إشي بتعلق بأحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة على المستوى العاطفي فاليوم ممكن تواصل أو اهتمام أو لقاء بأحد الأحبة أو الاهتمام بمناسبة معينة بتجمعك بأحد الأحبة أو حتى أمور تجميلية يعني فيه اهتمامات جيدة على المستوى العاطفي ولكن أهم إشي حسسيتك وردات فعلك تسيطر عليها أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ضغطة على مستوى العمل بتسبب لك بعض الإرباكات أو ممكن تنضغط من عمل معين أو تشعر بالإرهاق الصحي أو بعض التوعكات أو التقلب الصحي اللي ممكن يظهر بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا الأجواء على مستوى بيت الشراكي اليوم بتحمل بعض الأشياء الجيدة أو التقارب الجيد ما بينك وبين الشريك فممكن تهتم ببعض المسائل أو ممكن أنك تنجز شيء بشكل مشترك أو بطريقة مشتركة ما بينك وبين شريك العاطفي وهم الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا اليوم الاهتمام على المستوى المالي المشترك عالي جدا فممكن تهتم بأموال الغير أو أمور إلها علاقة بقروض ديون سداد بعض الالتزامات أو بعض الاهتمامات المالية يعني حاول تضبط أعصابك قدر الإمكان وتبتعد عن المصاريف الزيادة اللي ممكن تكون على مصاريف صحية أو مصاريف بيتي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء يعني رح تكون جيدة أو كثيفة بالاتصالات الخارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو مع أجانب أو حتى أمور إلها علاقة بالدراسة الجامعية أو المراسلات أو حتى الأوراق والمعاملات القانونية ممكن تهتم فيها بشكل كبير أما بالنسبة للبيت العاشر طبعا بيت السمعة جيد اليوم الزهرة بتعززه بشكل قوي وبتعمل تدعيم لعلاقاتك ما بينك وبين المجتمع أو معارف أو ناس مثلا دو منصب أو إشي إلو علاقة حتى بأشياء بتتعلق بزملائك ورؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا الشمس موجودة وبلشت تقترب من بيت المتاعب فعشان هيك في بعض الأعطال أو بعض الضغوطات بالفترة هاي أو بتبلشت تحس بصعوبة الفترة هاي ممكن اليوم تهتم ببعض الأصدقاء أو لقاءات أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو طلب مساعدي من أحد الأصدقاء أو استفسار عن مسألة ما أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا القمر موجود فيه وعطارد بتتراجع صحتكم وبينتابك شعور بالتعب والملل اخلدوا للراحة وحاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم من عمل عاجل لا توقع على عقد وما تبدأ عملي جديد هاي فترة فارغة من الحظ حل الأمور بهدوء وانتعد عن الضوضاء لا تقرر على شيء عشان ما يخيب أملك وحاذر من البلبلة والالتباسات طبعا يعني يوم ضايل بكرة وبعدين القمر رح ينتقل وصير عندك يعني بدك تتحملها اليوم بأي طريقة كانت برج القوس اليوم عندك كثافة بالاتصالات الاجتماعية أو الأمور الاجتماعية أو اللقاءات الاجتماعية أو الاهتمام بالمجتمع أو الاهتمام بالأصدقاء أو اهتمام الأصدقاء فيك أكثر في عندك اليوم عدة أمور أو عدة مخططات أو عدة اتصالات ممكن تنشط بشكل كبير لتحقيقها أو لإنجازها أهم إش أنك أنت تضبط أعصابك وتركز بشكل جيد تعرف إيش اللي بدك إياه بالضبط واقدم عليه واليوم رح يكون فيه أشياء مناسبة لإلك حاول إنك تستغل الفترة هاي لإنجاز كل إشي مهم وضروري يبل ما يوصل القمر للعقرب لأنها رح تصير فترة ضاغطة عليك فحاول إنك تنجزها وما تهملها بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الأجواء جيدة على المستوى المالي فاليوم ممكن تحصل بعض المكاسب المالية أو الاهتمامات المالية وممكن اليوم يكون لك بعض الإنجازات على مستوى المال ممكن تحصل مكاسب مالية من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم وفيه منك ممكن تكثر عنده المصاريف أو يقلق من وضع مالي معين أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة وبتمنحك القوة على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل مع المجتمع وممكن اليوم تحقق بعض الإنجازات اللي كان صعب أنك تحققها بالفترة الماضية يعني بدك نوع من أنواع الاهتمامات وكون واضح بإيصال المعلومة أو بالخطاب أو بالتواصل بدون ما تكون حدد حدد إيش اللي بدك إياه يعني وصل المعلومة بطريقة مختصرة وتكون واضح بالكلام عشان ما تنفهم غلط ممكن يكون لك اهتمام بأمور العلاقة بالسيارة أو بالتليفون أو بالاتصالات أو بأحد الإخوة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت وهي بتعمل تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن صحيح يكون فيه إش مربك أو نقاش أو حوار أو جدال أو أعمال تكون مربكة شوي ولكن إجمالا إذا تجاوزت الضغوطات هاي ومسكت أعصابك فالأجواء ممتازة وبالعكس ممكن تحقق أشياء جيدة على مستوى البيت أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء ممتازة على المستوى العاطفي إذا ضبطت أعصابك يعني فيه قلق على الحبيب أو مع أحد الأحبة أو حوار معين أو خلاف أو جدال أو نقاش إذا ضبطت أعصابك فالأجواء ممتازة ولكن دير بالك تندفع وتتهور في علاقاتك العاطفية ممكن اليوم تفرض رأيك أو كلمتك على أحد الأبناء أو أحد الوالدين وهذا شيء غلط لأنه رح يسبب فيه جفة أو خلاف ما بينكم أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ولكن في بعض الاهتمامات رح تكون على المستوى الصحي يعني ممكن تهتم بصحتك تقلب صحي ضغط صحي شوي هيك تحس حالك مش مرتاح اهتم فيها إذا شعرت في شيء مش اعتيادي راجع طبيبك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة على مستوى أمور إلها علاقة بالشراكة وهي بتقارب ما بينك وبين الشريك فممكن حوار نقاش مصالحة أو رفقة في مشوار ما أو اتفاق على أمر معه أهم شي انك تبعد عن المسائل اللي فيها مخالفات قانونية وابعد عن القضاء بالفترة هاي قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة فممكن تحقق بعض المكاسب أو الأرباح خلال الفترة هاي وممكن انك تسترد بعض الأموال اللي لا إلك أهم شي انك ما تكفى الحد وما تجازف وتغامر بأموالك الفترة هاي ممكن تكون مرهقة ببعض المصاريف اللي إلها علاقة إما بالبيت أو إلها علاقة بالصحة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة على مسائل إلها علاقة بالسفر أو إلها علاقة بالتنقلات أو إلها علاقة بالامتحانات أو إشي إلها علاقة بالجامع يعني كل الأجواء هاي إيجابية ودعميتك بقوة حتى بتراسلك وتواصلك مع أشخاص خارج البلاد قوي وداعم لإلك بقوة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا نقدر نحكي يعني ما تخالف القوانين ما تجازف ما تغامر ما تدخل بأشياء مشبوهة حافظ على سمعتك حافظ على أعمالك وإنجازها بالوقت المحدد ودعم من علاقتك مع زملائك ورؤسائك بالعمل فتراهاي ممتازة لتقديم طلبات العمل أو لعمل جديد أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا القمر موجود فيه وعطارد موجود فيه فبتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا في لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة بادر لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالك ممكن يعني تجد حليف يدعم تصوراتك لا تستسلم بل كرر المحاولة بالفترة هاي عشان تحقق إنجازاتك أما بالنسبة لبيتك 12 فما فيت أي تأثير للكواكب الآن ولكن زي ما حكينا أن القمر بتجه لبيت المتاعب عشان هيك حاول تنجز أعمالك الضرورية والمهمة حاول أنك تراقب صحتك غذائك طعامك برضو في نفس اللحظة انتبه لصحة أحد الأحبة اللي ممكن شوي تكون بحاجة للرعاية برج الجدي طبعا بالنسبة للبيت الأول يعني شوي الأجواء أحسن اليوم شيئا ما صحيح إنه القمر بمكانه مش مناسب لإلك بضغطك نفسيا أو عصبيا أو بوترك أو بدخلك بمرحلة من القلق أو يعني أشياء هيك ممكن إنها يكون تركيزها على أشياء لها علاقة إما بالسمعة أو المعارف أو العمل يعني هاي التركيز اللي رح تركز عليه أنت خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا نقدر نحيي فيها إيجابية عالية جدا على مستوى الأمور المالية فممكن تحصل بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم أو تحقق بعض الإنجازات الجيدة اللي إلها علاقة بالوضع المالي أهم شيء إنك تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا نقدر نحيي إنها جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات والتواصل وحتى سرعة البديهة لإيصال المعلومة أهم شيء إنك تكون واضح بالإشي اللي أنت بدك إياه وكيف توصل المعلومة وأضبط أعصابك وحديتك بالطباع يعني ما توجه انتقاد ومبارضه امسك أعصابك ما في داعي للحدية أو لا يعني شوية الإنزعاج اللي ممكن تظهر على الساحة خصوصا أثناء تعاملك مع أحد الإخوة أو أحد الجيران أو اندفاعك وتهورك أثناء قيادتك للسيارة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء هنا ضغطة على مستوى البيت يعني في بعض الأشياء العائلية أو المنزلية المربكة خلال هذا النهار ممكن يكون مناسبة ممكن احتفال ممكن لمة ممكن اجتماع عائلة مربك أو حدث عائلة شوي يكون فيه نوع من أنواع القلق عشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب والسياسة بعملية الحوار مطلوبة جدا عشان ما تتفاقم الأمور أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة على مستوى العاطفة يعني بتقارب ما بينك وبين الحبيب وممكن اليوم يصير حدث معين مفاجئ شوي يعني مربك أي ممكن خلاف نقاش شغلات بسيطة هيك إذا ضبطت أعصابك بتمشي الأمور بشكل جيد أهم مش إنك ما تبالغ بحضوظك يعني حضوظ بدك تحطها على الجنب اليوم وفي نفس اللحظة بدك تركز على الأمور العاطفية اللي بتواصل أو بتخلي فيه اتصال جيد ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل فاليوم رح تهتم ببعض الأعمال أو إنجاز بعض الأعمال أو تواصل مع أشخاص لدعمك بعمل ما أهم شي برضو تنتبه على الأمور الصحية من بعض التقلبات اللي ممكن تصير بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة على مستوى بيت الشراكي يعني ما فيه تأثيرات كواكب على طبيعتكم رح تتعاملوا اليوم ما بينك وبين الشركاء أو ما بينك وبين الأزواج أهم شي تخلي فيه نوع من أنواع الحوار الجيد وقدرة على التواصل وإنهاء الخلافات أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تدعمك بشكل قوي جدا على الأموال المشتركة فممكن إما أنك تحصل على دعم معين من شخص معين أو مكاسب من عمل إضافي أو ممكن إنهاء مشكلة لها علاقة بقرض بدين بتسوية بأوراق قانونية بمسألة بنكية مثلا أشياء لها علاقة بهذا المستوى ليه أموال اللي ما بتعود لك يعني اللي بتكون مؤتما عليها أو بتكون لأشخاص غيرك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء بتدعمك على مستوى مسائل لإلها علاقة بالسفر وأشخاص خارج البلاد أو امتحانات جامعية أو دراسة أو حتى تنقلات على الشوارع المفتوحة انتبه بس أثناء تنقلاتك أثناء امتحاناتك حاول تدرس وتستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض عشان النتائج تكون إيجابية أكثر أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا يوم جيد للي بيبحث عن عمل أو بيرغب فيه إدخال تغيير على طبيعة عمله بينتبه لكم المسؤولون بيقدروا جهودكم تتسلط عليكم الأضواء بتخضع لعدة تجارب مهمة أهمش أنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك حاول أنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع الفترة هاي تحمل نوع من أنواع القلق أو التوتر أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن يكون لك نشاط اجتماعي أو لقاء ببعض الأصدقاء أو ممكن أنه يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بعمل اجتماعي معين أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا ما فيه تأثير للكواكب أهمش أنك تنجز أعمالك ما تخليها تتراكم اهتم بصحتك اهتم بغذائك اهتم براحتك ممكن شوي تقلق على أحد الأحبة أو على أحد المعارف برج الدلو طبعا اليوم ممتاز جدا مكان القمر في البيت التاسع قوي جدا وهو بساعدك على عملية الاتصالات والحوارات والنقاشات وبساعدك على الحركة عندك سرعة بديهة وذكاء عالي جدا اليوم لدرجة أنه ملفت للنظر راح تكون أهمش أنك تستغلها لتحقيق الأشياء الإيجابية أو لا أشياء بتخصك أو اهتماماتك تحاول تنجزها خلال هذا اليوم وتستغلها هي الطاقة الإيجابية اللي موجودة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي لسه ما يعني على حسب طبيعتكم اهتماماتها ما فيها الإشي الكثير وما فيها الإشي القليل يعني ممكن تحصل بعض المكاسب ولكن ممكن يكون فيه مصاريف اهتم لمصاريفك ابعد عن المصاريف لزيادة بتلاقي الأجواء إن شاء الله إنها صارت إيجابية أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والحوارات والتنقلات والاتصالات اليوم عندك طاقة كبيرة للإندفاع أو طاقة كبيرة للتحرك والاتصالات أهم شيء إنك تضبط أعصابك ما فيه داعي للتهور ما فيه داعي للعصبية ما فيه داعي للحدية إذا سيطرت على هاي الأمور وعرفت توصل المعلومة بطريقة واضحة للإقبالك بدون يعني بدون رموز وترميز وكلام عشان يفهم اللي إقبالك فهيك بتضمن إنه الأمور تكون لصالحك يعني ضبط الأعصاب مطلوب وإيصال المعلوم المعلومة مطلوب ما فيه داعي برضو إنك تجازف أو تغامر أثناء قيادتك للسيارة أو أثناء حركتك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت شوي ممكن يعني تظهر بعض المسائل المربكة خلال هذا اليوم ممكن تهتم بموضوع إلو علاقة بالبيت أو إنجاز أعمال منزلية أو الاهتمام بأمور إلها علاقة بالعائلة أو التواصل مع العائلة ممكن شوي يزعجك موقف معين ولكن إجمالا سرعان ما بتقدر إنك أنت تمسك أعصابك على أساس أنه ما تعمل خلافات أو تخلي الأمور ماشية بطريقة جيدة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء العاطفية ممتازة جدا وهي بتقارب ما بينك وبين الأحبة وتعمل تواصل جيد ما بينك وبين الأحبة أهم إيش إنك تستغل الفرصة هاي وطاقة الحضوض الموجودة اللي بتساعدك وبتساندك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل فممكن تهتم ببعض المكاسب أو إنجاز بعض الأعمال بشكل جيد وفي منك ورح يهتم بشؤون صحية أو تقلبات صحية إلك أو لأحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء بتدعمك بقوة على مسائل إلها علاقة بالشراكة أو الزواج فممكن تهتموا بهاي المسائل أو التواصل ما بينك وبين الأحبة وممكن بإنجاز بعض الأمور اللي بتكون مشتركة ما بينكم أهم إشي أنكم تبعدوا عن أي مسائل إلها علاقة بالقضاء أو إلها علاقة بالقانون بهذه الفترة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة على مستوى الأموال المشتركة فممكن تحصل بعض الدعم أو المكاسب أو تهتم بأموال الغير أو تشغيل أموال الغير الأهم ما توقع على ورقة أو تبدأ بمشروع بدون دراسته وبحثه بشكل جيد الفترة هي بتحمل عبئ أو مصاريف إلها علاقة إما بالبيت أو بالصحة أما بالنسبة للبيت التاسع بتنشطوا في مسائل إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة يوم مناسب لإجراء مقابلة أو إجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة ممكن تناقش بقوة وذكاء وتتجرأ على رفض أي شيء ما بيناسبك لا تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر هذه فترة مناسبة لخوة تجربة جديدة وممكن يكون فيها سفر أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة جيدة ما في أي مشاكل وممكن اليوم تعزز علاقاتك مع بعض الأشخاص يكونوا من منصب معين أو تطلب مساعدة من أحد الأصدقاء أو ممكن يكون لك نوع من أنواع الاهتمام بأحد الزملاء أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء الاجتماعية جيدة فممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أو تنشط بزيارة معينة زي زيارات اجتماعية أو أشخاص هي اللي تيجي تزورك أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا الأجواء بتركز على العمل أو تقصير في بعض الأعمال أو تراكم بعض الأعمال عليك فما تهم الأعمالك اهتم بصحتك من بعض التقلبات ما ترهق حالك كثير راقب غذائك وراقب طعامك راقب راحتك هاي أهم النقاط ممكن تحمل قلق على صحتك أو على صحة أحد الأحبة برج الحوت طبعا القمر الآن تحرك من مقابلك تماما صار في البيت الثامن وبكرة رح يصير في البيت التاسع لا إلك هو بيت حليف وقوي فعشان هيك تبلش بشكل متصاعد الأجواء تصير لصالحك عشان هيك اللي اهتمام اليوم بتركز على أمور إلها علاقة بالشراك المالية إلها علاقة بالمال إلها علاقة بالمكاسب أو حلول إشي إلها يعني حلول بعض المسائل تضغط عليك من ناحية مالية هاي الأجواء اللي رح تتركز خلال هذا اليوم عليك أهم شيء أنك أنت تضبط أعصابك وتركز وتعمل الأمور بشكل عقلاني أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء ممتازة على مستوى مسائل إلها علاقة بالمال فممكن اليوم تحصل بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن الأهم أنك تقلل من مصاريفك قدر الإمكان خصوصا المصاريف اللي مائلها داعي أو اللي بتكون بذخ أو يعني أشياء مش بحاجتها أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات صحيح أنه شوي أنت مشتت بالفكر حاول تركز على موضوع معين حاول أنك تعرف كيف توصل المعلومة حاول أنك تكون واضح في طرح المعلومات اليوم ممكن يحمل لك مفاجأة على مستوى إما مشوار أو على مستوى اتصال أو على مستوى حوار ونقاش لإقناع الطرف الآخر عشانك بتطلم منك الوضوح أكثر حاول تنتبه أثناء قيادتك للسيارة وأثناء التنقلات وانتبه برضو أثناء اتصالاتك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت وهي بتعمل تقارب جيد ما بينك وبين أفراد العائلة فممكن تهتم ببعض المسائل البيتية أو العقارية أو العائلية أو إنجاز بعض الأمور المهمة خلال هذا اليوم ممكن مشتريات وتصليحات ترميمات أو مناسبة عائلية ما أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي برضو بتحمل نوع من أنواع الإيجابية ولكن انتبه من سوء التفاهم أو نقاش أو حوار حاد أو تفتح مواضيع قديمة يعني خلي المسائل العاطفية تكون جيدة والتواصل ما بينك وبين الأحبة جيدة وإكسب اليوم بشكل جيد عشان يكون لمصلحتك ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت السادس يعني تقريبا بنقدر نحكي الأجواء جيدة على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال أو ينطرح عليك عمل جديد أو تجيك فرصة مثلا معينة أو تهتم ببعض المسائل الصحية أو الاستشفائية أو العلاجية وتكون نتائجها إيجابية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكي قوية وبتساعدك في بعض الأمور وممكن تعزز علاقتك ما بينك وبين الشريك أو تعمل لك تقارب جيد ما بينك وبين الشريك أو الزوج أو بس أهم إشي أنه إذا في مسائل ممكن توصلك للقضاء أو للقانون ابعد عنها خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثامن بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض لا تهملوا صحتكم تصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معك بتلاقي أعمالك صدى طيب أهمش أنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذر أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء يعني بتحمل لك بعض الاتصالات الخارجية مع بعض الأشخاص ممكن تواصل ممكن اهتمام بمسألة إلها علاقة بأشخاص أجانب أو خارج البلاد أو أوراق قانونية أو مراسلات أو أشياء إلها علاقة بأوراق قانونية أو معاملات أهم شيء أنك تنتبه أثناء قيتك للسيارة على الشوارع المفتوحة وإذا عندك امتحان أو مقابل بدك تدرس وتستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء على مستوى بيت السمعة تقريبا روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أهمش أنك ما تخالف القوانين ما تجازف وما تغامر وخلي علاقتك جيدة مع زملائك ورؤسائك بالعمل أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء بتدعمك بقوة على مستوى الأصدقاء فممكن تجد بعض الأصدقاء يدعموك أو يكونوا حليفين لإلك بالفترة هاي أو يعزز بعض نقاط القوة اللي تكون لمصلحتك ممكن تسعد بلقاء الأصدقاء أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء معين أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء جيدة على مستوى بيت المتاعب فبهاي بتساعدك على إنجاز بعض الأعمال وما بتخليك تراكم الأعمال عليك يعني بتهتم بعملك وبرضه بتعطيك نوع من القدرة على الاهتمام بصحتك أو مراقبة الصحة أو مراقبة الأدوية والعلاجات أهم شيء زي ما حكينا ضبط الأعصاب ممكن تحمل لك قلق إما بمصاريف إلا علاقة بمصاريف استشفائية أو بيتية أو قلق على صحة أحد الأحبة هيك من نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر